السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم أعزائي متابعين الكرامة في هذا الموضوع أو في هذه الحلقة الجديدة والتي سوف أتحدث في هذه الحلقة بإذن الله سبحانه وتعالى على تأثير نقص الزنكة في جسم الإنسان كما نعلم أعزائي بأن الزنكة يعتبر من أكثر العناصر المهمة داخل جسم الإنسان إذ يساعد على سير العمليات الحيوية داخل جسم الإنساني بالطريقة الصحية كما نعلم إذ نقصه الزنكة الشديدة في جسم الإنسان سوف نتعرض لعدة أعراض مثلاً تأخر النمو الطبيعي لجسم الإنسان فسوف نلاحظ بأن الشخص نموه نوعاً ما يختلف عن نمو الأشخاص الطبيعيين فبالتالي ضعف النمو إضافة إلى ذلك الإسهال وعمراض العين والجلدة والشعور بالخمور وأيضاً من الممكن أن نواجه تساقط للشعر وضعف التئام الجروح وفقداناً كبيراً وحاداً في الوزن ومن الممكن أعزائي أن نشاهد بعض المشاكل النفسية كالحزن المستمر والاكتئاب والمشاكل لهذه بالتالي أتمنى أن تجدوا حلاً وعلاجاً لهذا الأمر ترجمة نانسي قنقر